موسيقى اهلا بكم في نشرة اخبار العشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان مرحبا بكم نبدأ النشرة باهم العنوان معاهدة الموارد الوراثية النباتية تناقش في مصقة تعزيز البنك العالمي للجينات وتقاسم المنافع بين مزارع العالم عدد من سكان محافظات السلطنة يشعرون بالهزات الارتدادية التي وقعت في قليم بلوشستان الباكستاني الرئيس الامريكي يؤكد امام الجمعية العامة للامم المتحدة الرغبة بانتهاج مسار دبلوماسي لحل النزاع النووي الايراني والازمة في سوريا الى التفاصيل بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم نبقاه الله برقية تعزية ومواساة الى فخامة الرئيس هورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا في ضحايا العملية الارهابية التي تعرضت لها العاصمة الكينية ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص تعزيه ومواساته لفخامته وللشعب الكيني الصديق وأسر الضحايا بهدف تعزيز البنك العالمي للجينات وتقاسم المنافع بين مزارعي العالم بدأت اليوم أعمال الاجتماع الخامس للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية ويشارك في الاجتماعات 129 دولة بالإضافة الى دول الاتحاد الأوروبي رعى افتتاح الاجتماع صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد مستشار جلالة السلطان المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة رأت النور لأول مرة في العام 2001 ودخلت حيز النفاذ في العام 2004 بمصادقة 40 دولة وها هي مسقطة استضيف الدورة الخامسة وقد بلغ عدد العضاء 129 دولة بالإضافة الى الاتحاد الأوروبي مستويات الانتاجية للأرض الزراعية تختلف من دولة الى اخرى بعض الدول لديها اصناف زراعية ونباتية ذات انتاجية عالية فبالتالي هناك وعاء لحفظ هذه الاصناف الوراثية ونقلها من خلال اطار المعاهدة ونقلها بين الدول المختلفة تتضمن وجندة الدورة الخامسة للمعاهدة جلسات عمل متعددة لمدة خمسة ايام بحضور ممثلية دول العضاء والدول المراقبة بالإضافة لمختلف الشركاء من المنظمات والمراكز البحثية الدولية والصناديق المانحة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ستكون هناك بعض الاجندة الهامة جدا ومنها ما هو متعلق بسير تنفيذ ما يسمى بالنظام المتعدد الأطراف لتبادل الموارد الوراسية والاقتسام المنافع وهذه تعتبر من أهم المجالات التي سيتناول هذا الالتماع في هذه الدورة كيف نربط المعاهدة عندنا بالتنوع البيولوجي بعد لأننا نحن بعد في صدد دراسة الملف الثاني اللي هو بروتوكول ناقويا اللي يختص بكل الموارد الوراثية المعاهدة عقبة المؤتمر الوزاري لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والذي اختتم بإعلان مسقط وشهد تعهد أصحاب المعالي وأصحاب السعادة رؤساء الوفود بتعزيز تنفيذ المعاهدة للمساعدة في معالجة قضايا توفر المياه كما ونوعا للقطاع الزراعي علاوة على التحديات المرتبطة بالتنوع الحيوي والأمن الغدائي وآثار تغير المناخ عقد هذا الاجتماع هنا في مسقط اكتسب وهمية خاصة لما توليه السلطنة من اهتمام كبير بالموارد الوراثية والبيئية وانضمامها لعدد من المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع لتلفزيون سلطنة عمان أحمد بن سالم الكندي من فندق قصر البستان ولمتابعة هذا الموضوع ينضم معنا في الستوديو دكتور فوزي الشياب المدير العام للمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي بداية دكتور لو نعطي المشاهد الكريم هكذا نبذة تعريفية بهذا الاجتماع وابرز المحاور والأجند التي سيحملها ان شاء الله بداية بسم الله الرحمن الرحيم أولا أتقدم بالشكر لتلفزيون السلطنة على هذه الاستضافة كما أتقدم بالشكر لقيادة وحكومة والقائمين على هذا المشروع الحقيقة أن هذه المعاهدة في غاية من الأهمية الغاية منها بداية هو تحقيق الأمن الغذائي ولتحقيق الأمن الغذائي طبعا الأمن الغذائي مرتبط بأمور عدة يعني ممكن يرتبط فيه الأمن السياسي الأمن القومي إلى آخره فمن باب تحقيق هذا المبدأ فبالتالي مفترض أن نحافظ على الأصول الوراثية الموجودة والأصول الوراثية الموجودة طبعا تتعرض لتحديات بهذا العالم اللي هي من أهمها شحنية وبالتالي الانجرافات اللي بتصير في التربة الخطر اللي الآثم على تقسيم الأراضي وبالتالي زحف العمران على الأراضي الزراعية وكذلك بنفس الوقت التغيرات المناخية فالحقيقة التغيرات المناخية هذه التنبؤات يعني ما بيعلم فيها أحد فلو رب العالمين فنسألوا طبعا إحنا بهذا الصدد نحافظ على الأصول الوراثية والأصول الوراثية منها ما هو موجود في البنوك الوراثية في كل قطر ومنها ما هو موجود بنفس الوقت بأماكن تواجدها فبالتالي يعني نحن من هون نفروض نعمل على أن نحافظ على هذه الأصول الوراثية على تنميتها على الحفاظ على ودودها منع الإنجراف والتعدي اللي بصير لأنه فيه أماكن بصير فيه سواء في السلطنية أو في المملكة الأوليية الهاشمية أو فيه بأي بلد من دال العالم بصير فيه نوعا ما يعني إنشاءات جديدة فبالتالي بصير تعدي على أصناف ممكن أن هذه الأصناف تنفقد مع الزمن فبالتالي نحن نحافظ على هذه بنحافظ على أمن الغذائي وأمن الغذائي هذا مطلب شعبي بكل دول العالم فبالتالي متى ما تحقق أمن الغذائي الناس بتعيش بأمن وبتعيش بسلام وبالتالي بتحقق دكتور يعني هذا الاجتماع الهام هنا فيه مصقط والذي يستمر أربع أيام إن شاء الله ستكون هناك الكثير من النقاشات والمحاور التي ستطرح من خلال الكم الهائل من الدول المشاركة المؤمل إن شاء الله أن تخرج به نتائج هذا الاجتماع من أجل صالح البشرية ككل والعالم الحقيقة التي تفضلت فيه صحيح إن هذه المعاهدة وهذا الاجتماع الغاية منه إنه يكون فيه تعاون وتعابد ما بين دول العالم بشكل عام وحقيقة مسقط لها الفضل الكبير في عقد هذه الدورة وهذه المعاهدة على أرض السلطنة وإن شاء الله أنه تكون إلى بصمات لهذه المعاهدة التي عقدت في مسقط بحيث أنه تم التعاون بين دول العالم قاطبة وبالتالي يكون فيه هناك نوع من التعاون بحيث أنه ستكون طبعا ضمن تشريعات ودراسات يكون فيه هناك تعاون ما بين أقطار العالم بحيث أنه نحافظ على هذه الأصول الوراثية والموارد الوراثية والجراعية نأتي للتعاون دكتور الأهمية منه والتكاتف أيضا في تسخير التكنولوجيا والمعلومات والخبرات من أجل النهوض بالموارد الوراثية ومواجهة هذه التحديات إلى أين وصلتم في هذا اليوم؟ الحقيقة هو الاجتماعات اليوم وإذا حضرتك كان موجود صار فيه معدة محاضرات فكل محاضرة تطرق باب معين الأوجه والطريقة الصحيحة التي من خلالها وممكن نواجه نحن التحديات التي تواجه هذه أو فقدان الموارد الوراثية والزراعية التي مرتبطة بنظام المحافظة على الأمن الغذائي فبالتالي هل هناك تجارب عملية تجرى على أرض الواقع في كل بلد من بلدان العالم وبالتالي يصير فيه تبادل الخبرات وتبادل النتائج وهذه النتائج مجتمعة ضمن هذه الاتفاقية وضمن أسس شرعية معينة وضمن امتلاك الحريط الفكر فبالتالي من هون راح يكون فيه ارتباط وإن شاء الله أنه النتائج راح تكون بإذن الله راح تكون نتائج طيبة ومثمرة واجتماع إن شاء الله راح يكون مثمر وبالتالي يترك بصمات طيبة من أرض مسقط طيبة من أرض السلطة الطيبة هذا ما نتمنى إن شاء الله وشكرين لك هذا التواصل معنا دكتور فوزي الشياب المدير العام للمركز الوطني للبحث والرشاد الزراعي وبالتوفيق لكم إن شاء الله شكرا لكم وشكرا على الاستضافة الطيبة الحقيقة اوضح مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس أن بعض سكان مساكن الطوابق العلوية في بعض محافظات السلطنة شعروا بالهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي وقع في إقليم بلوشستان الباكستاني بعد ظهر اليوم ووضح المركز أن درجة الزلزال بلغت 7.5 من 10 على مقياس رختر وأن مركز الزلزال يبعد عن مسقط نحو 800 كيلومتر مؤكدا أنه بعيد عن أراضي السلطنة ولمتابعة تدعيات الزلزال ينضم إلينا في الأستوديو مدير مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس الدكتور عيسى الحسين أهلا بك دكتور أهلا بكم بداية هل أعطيتنا تفاصيل أكثر عن هذه الهزة؟ هذه الهزة تقع على نطاق زلزالي معروف يمتد من جبال الألب في أوروبا إلى تركيا ينحدر جنوبا على جبال زاغروس اللي بين العراق وإيران يمتد إلى خط أو نطاق ميناب زندان الزلزالي عند هرمز إلى جبال مكران ثم يرتفع شمالا على نطاق الهزة اللي حدث اليوم اللي نسميه أورنج نطاق زلزال أو فالق أورنج أو صدع أورنج طبعا هذا نطاق زلزالي معروف تحدث عليه الزلازل الضخمة كما تعلم أن هذا الزلزال في 9 إبريل العام الماضي أو في هذا العام و16 إبريل في هذا العام لكن شمالا كلاهما شمالا الأول كان قريب من محطة خرب شهر والثاني عند زندان ميناب قريب من مضيق هرمز وهذا الآخر على الحدود الهندية الباكستانية الزلازل متقاربة الحجم هذا الزلزال يبعد تقريبا 800 كيلومتر عن مسقط لا يؤثر هذا الزلزال ممكن أن يشعر فيه القاتلين في الطوابق العلوية أو الساكنين في الطوابق على بنية صخرية أو تربة رخوة إلى حد ما لأن بعض الأنواع التربة تضخم الأمواج الزلزالية ما هو التفسير العلمي مثل هذه الهزات التي تتأثر بها بعض مناطق السلطنة خصوصا هذه تقريبا المرة الثالثة التي يشعر بها السكان بهزة خلال هذا العام خلال هذا العام طبعا لأن هذه الزلازل التي حدثت وشعر بالسكان خاصة الزلزال التي حدثت في 16 إبريل كان قريب إلى حد ما أقرب من هذا الزلزال يعني 600 كيلومتر عن مسقط وكان ضخم هذه الزلزال القوية ترس الأمواج الأمواج تنتشر في كل اتجاهات تنعكس من الملاط أو الوشاح تصل إلى سطح الأرض إذا كانت التربة رخوة المبنية عليها الأساسات عادة بعض التربة تضخم الأمواج الزلزالية أيضا الطوابق ارتفاع المباني أو سعة أو عرض القاعدة يؤدي إلى توافق سعة الموجة أو عرض الموجة مع المبنى أبعاد المبنى ويزداد الاهتزاز فالشعور بالاهتزاز يعني لا يعني التأثير يعني ممكن الواحد يشعر بالاهتزاز نحن نود أو نريد أن يهتز المبنى لكن لا ينكسر يريد أن المبنى يهتز يكون مرن إلى أحد ما يتجاوب لكن لا نريد إلى المبنى أن ينكسر أو ينهدم طيب ماذا عن تأثير مثل هذه الهزات على البحر يعني خصوصا أنه في مثل حدوث الزلازل تحدث موجات مد سنامي مصاحبة ما مدى تأثير مثل هذه الهزات الخفيفة التي نشعر بها على البحر هنا سواحل السلطنة الهزات الخفيفة لا تؤثر شيئا على البحر الهزات التي تؤثر أو تنتج منها أمواج مد بحرية عادية هي يجب أن تكون تقع في قاع المحيط تسبب ارتفاع مفاجئ لقاع المحيط عندها كأن المحيط ضرب بصخرة إما من الأعلى أو من الأسفل ارتفاع مفاجئ الزلازل تحدث على اليابسة إذا كانت بعيدة لا تؤثر إذا كانت قريبة ممكن أن تؤدي إلى بعض الانزلاقات الصخرية تحت بحرية ممكن أن تنتج منها بعض الأمواج ممكن تكون محلية لكن غير مؤثرة لا تنتشر على نطاق واسع ممكن تكون محلية في البحيرات الضيقة أو المناطق أو الخلجان القريبة منها لكن هذا الزلزال لا ينتج عنهم لأنه الزلزال بعيد على اليابسة أكثر من 150 كيلومتر من خلال خرائط خرائط توزيع الزلزالي التي توجد لديكم في مركز الرسط ما هي أكثر المناطق يعني عرضة لشعور بهزة في السلطنة؟ الشمال الشمال قربها نعم من المطاق الزلزالي المعروف بجبال زاقروس الشمال يشعرون بزلازل أكثر من أي سكان المنطقة السلطنة الآخرين طيب ما مدى يعني ارتباط النشاط الزلزالي المحلي الإقليمي بالنشاط الزلزالي الإقليمي؟ ارتباط النشاط الزلزالي المحلي بالإقليمي خصوصا أنه بدأنا في الأوين الأخيرة يعني خلال عام نشعر بهزة متتابعة الزلازل دائما إذا ننظر لها من ناحية الطاقة الناتجة من الزلازل هي تبقى معدلها واحد من عام إلى آخر كثرتها وتزايدها أحيانا تبدو أنها تزيد في يوم في عام معين وتنقص في عام آخر لكن بالمعدل بل مجمل الطاقة الناتجة واحدة أحيانا يمكن يحدث عدة زلازل كبيرة ومحسوسة تؤدي إلى شعور أن الزلازل زادت لكن ممكن هذه الزلازل تصرف بعدد أكبر من الزلازل الغير التي لا يشعر به الناس يعني الزلزال واحد قوته أربعة يشعرون به الناس ممكن هذا الزلزال يحدث منه ألف زلزال قوته اثنين لكن لا يشعرون به الناس فالطاقة الناتجة التي الأرض تعبر عن نفسها هي واحدة بالمحصل لكن أحيانا زلزال واحد ينتج الطاقة بدفعه واحدة أو بجرعه واحدة على عكس أنه ينتج على زلازل صغيرة وعلى جرعات دكتور عيسى الحسين مدير مركز رصد الزلازل بجامعة سلطان قابو شكرا جزيلا شكرا لكم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سينتهج مسارا دبلوماسيا جديدا لحل النزاع النووي الإيراني وبشأن الأزمة السورية شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا قويا يضمن وفاء سوريا بالتزاماتها الخاصة بالتخلص من ترسانتها من الأسلحة الكيميائية وحذر أوباما من أنه في حال عدم صدور قرار بشأن سوريا فإن ذلك سيعني أن الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ القانون الأهم بين جميع القوانين الدولية كما تعهد الرئيس الأمريكي بزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري بمقدار 340 مليون دولار لا بد أن يكون هناك قرار قوي من مجلس الأمن الدولي حتى نضمن استمرار نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الوفاء بالتزاماته وتجنب حدوث عواقب في حال تقصيره من ناحية أخرى طالب الرئيس الأمريكي بتقديم الدعم لمسعى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقال أوباما أنه يتعين على أصدقاء إسرائيل ومن بينهم الولايات المتحدة أن يعترفوا بأن أمن إسرائيل كدولة ديمقراطية يعتمد على إقامة دولة فلسطينية مضيفا أن تحقيق انفراجة على صعيد السلام الإسرائيلي الفلسطيني وكذلك برنامج إيران النووي الإيراني سيكون له تاثير عميق وإيجابي على المنطقة بأكملها وفي الشأن المصري أكد أوباما أن بلاده ستحافظ على علاقة بناءة مع حكومة الجيش المؤقتة في مصر لكنها لن ترسل دعم عسكري حتى يتضح أن مصر تتبع طريقا أكثر ديمقراطية وعلى هامشي أعمال الجمعية العامة عقد اجتماع تنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة عدد من القضايا المهمة المطروحة على الجمعية العامة إلى جانب العلاقات المشتركة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول والمنظمات الأخرى وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة بمشاركة قادة أكثر من 130 دولة وقال بانكيمون أنه يأمل في أن يساعد المجتمع الدولي على القضاء على الفقر في العالم دعيا إلى حل جميع المشكلات التي يعاني منها العالم بما فيها تغير المناخ وإنهاء النزاعات في الملف السوري قال نائب وزير الخارجية روسي سرجي ريبكوف إن من المتوقع أن يعود مفتشو الأسلحة الكيميائية إلى سوريا غدا الأربعاء لاستكمال مهمتهم في التحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية وأضاف ريبكوف أمام البرلمان أن بلاده لن تقبل بقرار يفرض إجراءات عقابية تلقائية في حال عدم وفاء سوريا بالتزاماتها وتأمل روسيا أن يتوصل مجلس الأمن هذا الأسبوع لاتفاق على قرار يدعم خطة تخلص سوريا من أسلحتها الكيميائية لكن ريبكوف قال إنه ليس هناك ضمانات لذلك قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماعا يُعقد هذا الأسبوع بين دبلوماسيين إيرانيين والقوى العالمية في الأمم المتحدة سيدشن عهدا جديدا لجهود إنهاء النزاع مع الغرب حول البرنامج النووي الإيراني وخلال مؤتمر صحفي قالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن طهران عرضت آراءها بوضوح فيما يتعلق بحقوقها في الحصول على الطاقة النووية السلمية وحق تخصيب اليورانيوم على أراضيها وضيفة أن هذا الاجتماع يمثل التزاما جديا من جانب الأطراف الأجنبية بالتوصل لحل وفقا لجدول زمني محدد ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اجتماعا مع القوى الكبرى لمناقشة البرنامج النووي الإيراني الخميس القادم والذي يتوقع أن يحضره وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعلن الرئيس الكيني هورو كينياتا أن قوات الأمن في بلاده تمكنت من السيطرة على مركز التسوق في العاصمة الذي سيطر عليهم مسلحون قاموا باحتجاز رهائن لعدة أيام يأتي ذلك فيما أبدت رئيسة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية في لهايفا بانسودا استعدادها لمساعدة كيني على ضمان تقديم المسؤولين عن الهجوم للعدالة يذكر أن بانسودا تمثل الادعاء الدولي في قضايا يتهم فيها الرئيس الكيني ونائبه بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية عقب الانتخابات المثيرة للجنل التي جرت في كينيا عام 2007 انتخب البرلمان الكمبودي هونسين رئيسا للوزراء لفترة جديدة على الرغم من مقاطعات المعارضة وانتخب 68 عضوا من حزب الشعب هونسين فيما عارض انتخابه 55 ضمن 123 عضوا الذين يشكلون البرلمان في كومبوديا وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات البرلمانية فيما سيؤدي هونسين اليمين الدستورية أمام الملك نوردوم سيها موني هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا في ختام أعمالها ندوة التعليم وكفايات القرن الحادي والعشرين تؤكد على أهمية التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل ترجمة نانسي قنقر 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 معهدة الموارد الوراثية النباتية تناقش في مصق التعزيز البنك العالمي للجينات وتقاسم المنافع بين مزارعية العالم عدد من سكان محافظات السلطنة يشعرون بالهزات الارتدادية التي وقعت في إقليم بلوشستان الباكستاني الرئيس الأمريكي يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الرغبة بانتهاج مسار دبلوماسي لحل النزاع النووي الإيراني والأزمة في سوريا عقدت رابطة المعلومات الدوائية بشرق المتوسط وبالتعاون مع المديرية العامة للصيدل الدوائية في محافظة مصقط عقدة مؤتمرها العاشر للسلطات الصحية لمنطقة شرق المتوسط صاحب المؤتمر حلقة عمل شركت فيها الشركات المنتجة للأدوية على مستوى العالم والسلطات الرقابية لدول المنطقة وذلك بهدف الوقوف على آخر المستجدات في مجال التصنيع الدوائي وتسليط الضوء على معوقات وصعوبات التصنيع إلى جانب توضيح الكيفية التي يتم من خلالها رفع مستوى الوعي الدوائي من قبل الكوادر الصحية والعملين في هذا المجال رأى افتتاح المؤتمر مع لئة الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة اختتمت اليوم فعاليات ندوة التعليم وكفايات القرن الحادي والعشرين والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم على مدى ثلاثة أيام الندوة أكدت على ضرورة التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل البيان الختامي في ندوة التعليم وكفايات القرن الحادي والعشرين بعد طرح للخبرات والتجارب المحلية والدولية دام ثلاثة أيام إن التطوير والتجديد التربوي عملية مستمرة تفرغ وطيرتها عملية التغيير المتسارع لمختلف مجالات الحياة وبالتالي فإن تطبيقات كفايات المتعلم بالقرن الحادي والعشرين تتغير بتغير حاجات المتعلم والمجتمع سوق العمل العماني وكفايات القرن الحادي والعشرين كان المحور الأخير للندوة أثر الباحثون أوراقه حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني العماني عشرين عشرين وحاجتها من كفايات سوق العمل إلى جانب ريادة الأعمال وجودة التعليم وقضايا الإحلال والتعمين الحلول الآن إذا نظرنا أن هناك مخرجات قادمة لمدة خمس سنوات أو أربع سنوات على قل تقدر من هذه التخصصات أعتقد أن الحلول الآن يجب أن تتركز حول الجودة أن نخرج طالب قادر وعنده إمكانيات في اللغة عنده إمكانيات في استخدام الحاسب الآلي عنده إمكانات شخصية من خلال الحوار النقد البناء من خلال تقبل الآراء النظم التعليمية سوق العمل ربط هذه المخرجات بتلك الاحتياجات ضرورة ملحة خرج بها المشاركون ضرورة تحددها أبعاد اقتصادية واجتماعية الاقتصاديون وفي ظل تحديات سوق العمل لتوسعة قاعدة القدرات العمانية المؤهلة مع التنام المتزايد في أعداد العمالة الوافدة أرأوا في الندوة أهمية هذا الترابط الكبير لابد أن يكون هناك من مخرجات التعليم أن يكون الطالب على معرفة كاملة أو جزئية بسوق العمل ومتطلباته ومع النمو المتسارع للاقتصاد الوطني والنقص في أعداد الخبرات المؤهلة تصبح توصيات الندوة طريقا لمستقبل أفضل دشنت لجنة مسابقة السلامة المرورية بولاية مطرح المسابقة المرورية أنا وحافلتي والتي تضمنت قامة معرض مروري بمشاركة طلابي وطالبات الولاية رعى الحفل سعدت علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام أنا وحافلتي هكذا دشرت لجنة مسابقة السلامة المرورية بولاية مطرح هذا المشروع لطلابي وطالبات المدارس في صورة تعكس أهمية الحافلات المدرسية الآمنة للطلاب ومثل هذه المسابقات ومثل هذه المعارض توجد ذلك النوع من الوعي بأهمية أن نعطي لكل شيء حقا نعطي للطريق حقا نعطي للسيارة حقها وأن أيضا نعطي أن نأخذ حذرنا من الآخرين لأننا لسنا لوحدنا من يستخدم الطريق المارض المصاحب للبرامج الإعلامية والتوعوية للجنة ضم بين دفتيه أعمال الطلاب في الشعر والرسم والأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية التي تتناول الرسائل التوعوية البرورية إلى جانب الرسم على الوجوه والخط العربي الأعمال الفنية هي نتاق لأعمال الصيف، البرنامج الصيفي الذي تم خلال الصيف الماضي مجموعة من الفئات العمرية شاركت في البرنامج وكان هذا نتاقهم من خلال ما يستوعب الطلبة من أفكار حول السلام المرورية ينفذ أفكارهم الخاصة في لوحات فنية قمنا اليوم بعرضها من خلال المعرض المعرض سيتوصل حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري وسيفتح أبوابه للزوار محمد بن سعد العلوي ولاية بوشر زار اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية موقع التمرين البحري المشترك والمسمى بنسيم البحر والذي تنفذه البحرية السلطانية العمانية في مياه بحر عمان بمشاركة عدد من السفن التابعة لبحرية جمهورية الهند الصديقة وبإسناد عدد من طائرات سلاح الجو السلطاني العماني في التمرين وقد اطلع قائد البحرية السلطانية العمانية على سير فعالية التمرين وطرق ووسائل وأساليب تنفيذها بما يحاقق الأهداف المتوخى فضلاً عن ما يشكله هذا التمرين من فرص لتبادل الخبرات بين أطقم السفن المشاركة دروس تعليم قيادة المركبات لازالت تشغل بال العديد من الأشخاص حيث ضاق المتدربون ذرعاً بأسعارها مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل منظم نعم وأيضاً بالمقابل يرى كثيرون أن الحل يكمن في صدور قوانين طال انتظارها كاميرا الأخبار تجولت في منطقة القرم حيث تتمركز ظالبية سيارات القيادة لتبريب المتدربين ووافتنا بالتقرير التالي هي واحدة من أكثر القضايا التي تشغل المجتمع والذي لا يمكن فيه الاستغناء عن رخصة القيادة والمركبة الخاصة في ظل عدم وصول حافلات النقل الجماعي إلى نقاط كثيرة الحصول على رخصة القيادة ليس بالأمر اليسير على يوسف حيث تتعدد زوايا المشكلة بدءاً بارتفاع أسعار دروس تعليم القيادة لتصل ذروتها باختفاء المدربين أحياناً المعلمين فيهم تقصير من ناحية أنهم يعطوك الواقع الكاملة في التعليم من ناحية الاستدارات ومن ناحية المواقع الأصلاً هي ممنوعة بس هو يسكت عنك لأنه يريد أن يطول معك في التعليم يعطيك ملاحظات وانت ما دار عنها ما عندك خلفية عنها بسبب سوء التقصير من المدربة بدأت التعليم منذ أسبوعين المدربة تعلمني بشكل جيد وتعطيني أساسيات القيادة وأشعر بأنني ملمة بأغلب الأشياء على الجانب الآخر يدافع المدربون بتبريرات مختلفة على كثير مما يثار حولهم تأمين يرتفع عندنا سنوياً من عشرة من الأخوة إلى الخمسطاش كذا يعني نحن ما حسبنا إيقاراتهم في الناس تسكن إيقارات في ناس عندها عوائل ما يحتاجوا نفس الشي يصرف على نفسه ويصرف على عائلته عندك البترول عندك خدمة السيارة وحيطة صيانتها تحتاج سبوعياً الأسعار هي نحن نشوفها أنه أقل يعني أقل من حقنا نحن نروح نحس نسيق المواعيد الموعد يحتاج لنا نقلس هناك تقريباً من 6 صبح لتسعة ثمانية ثلاث ساعات أما في الهيئة العامة لحماية المستهلك تتالت الشكاوى وأبرزها عدم قدرة المتدربين على استرداد مبالغهم مع عدم التزام المدربين حيث لا لائحة التنظيميات تنظم سوق تدريب القيادة الهيئة تقوم باستدعاء الطرف المشتكى عليه بحضور المشتكي وتسعى إلى تسوية الودية لحل الشكوى إذا تعذر هذا الإقراف أنها تقوم باتخاذ إقراءات تمهيداً لإحالة الشكاوى للإدعاء العام للفصل فيها المجتمع يعلق آماله على حاجة جادة لتفعيل كثير من توصيات ندوة السلامة المرورية والتي طرحت حلولاً لمشكلة الحوادث ومن بينها مدارس لتعليم قيادة المركبات تحت إشراف جهات الاختصاص لتقلص بدورها من مشكلات تعليم القيادة ونصل بكم الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع زميل سامي أولارثاني النشر الاقتصادية برعاية كابلات عمان الشركة الوطنية للعبارات طاب مساءك مشاهدين وفي أخبار المال والأعمال نتابع سوية اليونان تشهد إطراباً للعاملين في القطاع العام يؤدي إلى إغلاق العديد من المدارس والمؤسسات العامة أغلق مؤشر سوق مسقط الأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.11 من المائة بالمئة ليغلق عند مستوى 6594.14 نقطة وبلغت قيمة تداول من يونين و540 ألف ريال عماني منخفضة بنسبة 23.17 من المائة بالمئة مقارنة مع الجلسة الماضية وبلغت نسبة شراء غير العمانيين في السوق 21% بينما بلغت نسبة بيع غير العمانيين 17% شهدت اليونان إطراباً للعاملين في القطاع العام احتجاجاً على خطط لتسريح آلاف من المغضفين وأدى الإطراب إلى إغلاق العديد من المدارس والمؤسسات العامة وتعتزم الحكومة اليونانية شطبة 15 ألف وظيفة بحلول نهاية العام المقبل وتعاني اليونان من معدلات بطالة قياسية وذلك بسبب الأزمة المالية والتي تسعى الحكومة اليونانية إلى معالجتها بخطة تقشف وطلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي استقر مزيج برينت قرب 108 دولارات البرميل مع انحسار التوترات السياسية قبيل محادثات نووية تشارك فيها إيران والولايات المتحدة وبلغت العقود الآجلة لبرينت تسليم نوفمبر 108 دولارات البرميل بينما نزل الخام الأمريكي تسليم نوفمبر 8 سنتات ليصل إلى 113 دولارا و51 سنتا للبرميل تراجع اليورو مقابل الدولار وذلك بعد صدور بيانات ألمانية متخليا بذلك عن مكاسب محدودة سجلها في وقت سابق من المعاملات وتأثرت العملة الأوروبية اليوم ببيانات معهد إيفو الألماني والتي أظهرت تحسن ثقة قطاع العمال لكن بدرجة أقل من المتوقع وبلغت قيمة اليورو دولارا و34 سنتا كما انخفض اليورو أمام العملة اليابانية ليصل نحو 133 ينن بينما ارتفع الدولار أمام اليان بنسبة فاصل 2 من 10% ليبلغ نحو 99 ينن شكرا على طيب المتابعة ودالي بوثينا وأحمد لتكملة النشرة النشرة الاقتصادية برعاية كابلات عمان الشركة الوطنية للعبارات شكرا سامي تسببت الأمطار والفيضانات الناجمة عن أصار ساقي في وفاة 24 شخصا وفقدان ستة آخرين في فيتنام وفي إقليم جوانجدونج الصيني لقي 27 شخصا حتفهم وأجلي 470 ألفا آخرين فيما تم إجلاء 120 ألف شخص في أقاليم قوغيان وهونان وغانجشي جنوب فيتنام وتسبب الإعصار أساقي بفيضانات وارتفاع منسوب مياه الأنهار إلى مستويات قياسية بلغت 200 ملمتر في بعض الأماكن مما بطر السلطات الصينية إلى فتح خزانات المياه ما فاقم من خطورة الفيضانات في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين معاهدة الموارد الوراثية النباتية تناقش في مسقط تعزيز البنك العالمي للجينات وتقاسم المنافع بين مزارع العالم عدد من سكان محافظات السلطنة يشعرون بالهزات الارتدادية لزلزال وقع في إقليم بلوشستان الباكستاني الرئيس الأمريكي يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الرغبة بانتهاج مسار دبلوماسي لحل النزاع النووي الإيراني والأزمة في سوريا انتهت النشرة إلى اللقاء ملتقانا في الواحد الصباح إلى اللقاء اشتركوا في القناة